اشتركوا في القناة علاقتنا بالقديسين علاقتنا بالقديسين ازاي مفتوض تكون علاقة فاح وتكون حاجة مساعدة لنا بحياتنا الروحية اسألكم سؤال لما واحد يتنيح يعني لا سمح الله او عموة لما الراح بتطلع اول ما بتطلع بترفين بالتحديد مكان بنسمي ايه الفردوس او مكان الانتظار هذا الفردوس لكل الناس او ليس لكل الناس كل الناس اشتر و ابرار الكويسين وفردوس واللي عمله حاجات مش كويسة يروحوا فين اسمه ايه اسمه مبلاحي الهوية دي لسه شوية ماهي الفرق ما بين الفردوس والابدية ماهي الفرق ما بين الفردوس والابدية السعيدة الفردوس حاليا الناس اللي تتنيح والناس اللي تنيحت قبل كده والناس اللي هتنيح لغاية المجيء الثاني يروحوا اذا كانوا كويسين في حتة اسمها الفردوس و اذا كانوا قشوه يروحوا في حتة اسمها الجحيم حالتهم ايه او عادين يعملوا ايه عادين نستنين هما مستنين امتة في وضع المجيء الثاني في المجيء الثاني المسيح سيعمل ايه حايدين العالم والناس اللي في الفردوس تكمل في حياة ابدية السعيدة والناس اللي في الجحيم تكمل تكمل اعذاب ابدي في البحيرة المتقدة انا اتخلي معا اللي عايز يخدها ايه يعني نقدر نقول ان الفردوس ده مرحلة مؤقتة يعني حالة مؤقتة يعني ذي البلد السنوية العامة لما يحضر الانتحان كويس ومنتظر النتيجة فعا مستني نتيجة وهو حالته ايه امتة بقى نتيجة تطلع مع lebrach لما يتعين او يجب له الهatorio اللي كان موعدو به فالمكافأة التي المكافأة التي س sting كها لمن تصل عم système والناس اللي تنس applaud اللي تدع النتيجة لمن توفsur او ان يتخر في القناة سمع z اللي متعب lebih نحن مون لا أعرف عن حكاك مثل واحد سابق الورقة فاضية في الامتحان وطلع بعد شاء واحد تاني سابق الورقة فاضية وطلع فالمرائب لا يردش يطلع وقالوا لا انتوا غشين من بعض وظاهر انتوا الاثنين ايه؟ بتغشي من بعض فالنات اللي سابق الورقة فاضية يعني ما عملتش حاجة كويفة في فترة وجودها في الغربة هتراح منك؟ عاديين يعملوا ايه بقى؟ لما هم مستنين عاديين مستنين تكتين كده؟ هم مستنين؟ هم مستنين؟ يصبحوا؟ صبحوا؟ يصبحوا؟ يصبحوا؟ لا تبقى خويفين في الاشرار دي لدانه طيب عاديين يعملوا ايه؟ أقولكم حاجة لو العذرة دلوقتي وحنا من النمانتم كده منظهر في وراء كده هجيحسط ايه في الكليسة؟ هجيحسط ايه في الكليسة؟ أنا دلوقتي ودعالة عزة أنا عادت ثانيه نمان سکن النهاردة هجيحسط ايه؟ خلص فاق روح العذرة ظهرت ايه انانا واشناقتم لا يصبح لما روح كده من خوار كده جديد فوق الفردوس فجأة ترى العذرة سترى من كان في الفردوس سترى من كل ما اذا نسمعنا ؟ نعم ويعي أن تتحرّى من الجسد ما ستغطف أكثر .. أو إذا ازت CO يبدأ شادس من النار إلى اللحظة ينقوم بتتحرّى من الجسد ركرة بأكل أعتقدmän اوجه العضرة .. drugiejذرة أعتقد أي텐도 أحيان أن تعلم معك خاصة هناك وكما تعرفا سيدة الخير النحوات التي علينا أن تكون ولك تبقى مركزة مع الارض والعالم والناس تحت عملين يصلوا عليها ويعملون هدفنا وعملين يعياته وهي مركزة معهم ولا مباجرة بالفوق ده طي ما قالوك فدل او انا بتكلمكم ورحت العفلة او مريجرج الظهر وراء كلوك طبعا هتركزوا معا فالروح اللي طبع حق في السماء مركزة كده مع التبلسين عمالة بصمين مريجنة مريجرج الثمين ده امبا بصمي عليها وده مين امبا بخوميس وده امبا سوفيلس وده امبا سوفيلس مين امبا سوفيلس ده سنعرفه بقى فوق اللي انا مش عارفين فوق هنعرفه سنعرف كل ده فوق فتلاقوا الروح اللي طلعا بقى قابلة تتفرج كده ويمكن واحد بيأخذها ويعرفها على اللي هي مش عارفها واحد من الملايكة او ميخددين يأخذها وده كان اسم الانبا سيودوس يستثنو عنه اكيدي واحد اسم سيودوس وهذا كان اسمه الأنبى ساوفيلس وهذا كان اسمه وهكذا وتلاقي الروح حمالة تتفرك في عالم تاني خاص ونحن تحت عملينا بعيض عليها ونعمل عزب من شهر 40 وفوق فدنيا تانية خاصة ومتتعة عزب طيب الناس اللي فوق دول والقديسين اللي فوق حاسين بنا او من اللي قولين بدا ما عندهم هم خديسين وعدرة ومارمينة ومارجرجس فضيون لنا؟ او مش فضيون لنا؟ السؤال فعلا فضيون لنا برضو؟ أكيد قلت لست بقول لهو واحدة فوق طلعت لقيت مارمينة والعدرة وبنتها تحت بتقولها يا ماما صليل بتقول اي بنت انا فضياج دلوقتي انا قاعدة مع مارمينة والعدرة فضيين او مش فضيين؟ رأيضوا ايه؟ مش فضيين على كده ما بيتقلوش فينا او بيتقلو فينا اموالي يعني ايه شفاعة صدتين بقى بما هم عايزين فوق مع بعض مع بعض فضيين لنا ازاي؟ افاهمكم ازاي؟ زي ما تكون ام قاعدة في المطبخ كده مثلا بتعمل بتنجال مثلا عشان ايات الصور مثلا يعمل وبعدين العلل الصغيرين بيضعين بيلعبوا مع بعض بقى يا ماما الحقيني مينة اخذ اللعبة بتاعتي تكمل المطبخ ولا تطلع حتى تشوف العيال انه اهم يعني حاجة مهمة قوي انه قال اللعبة طول النهار بيأخذوا اللعبة من بعض حاجة مهمة ولا مش مهمة ممكن تكمل تقولوا بابت يا حبيبي ما عليش خلاص كلمة كده وخلاص لكن اصردي ولا من العيال صرح وقالها يا ماما مينة ماسك السكينة وهيعوعني تعمل ايه؟ تسيب اللي في اديها وتنزل جري مع ان المطبخ هذا مهمة لكن طبعا هناك شيئا اهم تقول العيال هتعمل ايه؟ هتتعور بعض التشبيت ده مع انه ضعيف شوية هتعمل ايه؟ اما اقولها يا عجرة تعالي الحقيني العجرة قاعدة فوق سنة في مجد مع الخزيسين وقال الحقيني الوقت بيذاكر عنده امتحنات قل حاضر حاضر كلها حجمة تلاتين اربعين سنة والامتحنات كلها تخلص والموضوع يعني مش خطير حاضر حاضر حانشوفه بعدين لكن لما اقولها بقى يا عجرة تعالي الحقيني انا مش عارف اتوب وههلك وهضيع انا ضيع ومش عارف انقذ نفسي من الخطيئة وههلك هل تكون مهمة او لا؟ هذا هو العادة اوصله لكم ان تلبطنا كلها مهمة لا تنبط لها مهمة حتى الانتحنات مهمة وحتى الشبه وحتى الافتر وحتى الوظيفة وحتى العريس وحتى العروسة وحتى الشقة وحتى الشقة كل هذه مهمة لكن هناك شيء اهم ايه؟ ايه؟ قبل ايه؟ تعالي يا مارمينة ادخلني انا مش عارف اتوب وبين الخطيئة اللي مش عارفتوا معها هتضيع عني مارمينة يجي جارب لان الطلب مهم جدا هذا طلب مهم أن يهلك لك أبدي على الحق فييجي الحق مرة عشان نقدر أهمية الفردوس ده في قصة لطيفة حضرت مع أبونا بخيل إبراهيم اسمه عنده القديس المتنيف بتاع مريمور أسشوب أبونا بخيل إبراهيم كان القديس ابنه مات كان عنده ابن بارد اسم إبراهيم مات وكان في ناس شايمين عنده ورق كركة أرض حقا أرض يعني قضية على أرض حاجة مهمة فسألوا لورق القضية قاله أنت أحسر حقا أبونا ماتهدمك على الورق ده فأبونا عشان عند الورق والدنيا ورق كثير فعشان الورق ما يدعش همددج لابد إبراهيم قال لو أبد إبراهيم شبه الورق ده عندك لما اطلبه منك ساعة القضية ابن إبراهيم مات فأبونا ويقول يا ابونا نتللنا بقى الورق لكي أضيئة بكرة فقال لي أنه ربي يضي الورق نزيته لإبراهيم وإبراهيم مات تقول لهم إيه فهو يصلي مع ربنا كده وتصالع معه في الصلاة بالليل هذا كان رجل تربي سابوني ورهيم قلت لي ياريتك يا إبراهيم كنت عايش دلوقتي كنت تذلتني الورق فيه فبصلا ياريته إبراهيم بجي يقول لي الورق في الحتة الفلانية أنا شايته في الحتة الفلانية بصوا بقى عمق قداسة أبونا من خيال أبو قال له أنت سايب السردوس والمجد اللي فوق وجاي عشان تقول لي شوية ورق فينك يا ابن نرجح بصرع يا ابن جاي سايب العز اللي انت فيه فوق وجاينا عشان تقول لي ورق رضيفت قضيت ايه مش مهم قال له لها ما هو أنت لما طلبت أم يعني زي بدوني إذن أم يعني أنه لكي أنت كاي أنا طبق بيش بصورة عاصل على فوق شايفين يعني هو راجل محكوم الفلانية عنده بقى حاج يسيب العز ده كله وياندل عشان يقول لي ورق بتاع عضية ورق بيش بصورة قال له لها انت حليل يا أصلا انت كاي أراجع لي أراجع لي أراجع لله قال لك رجع تفضل فأراجع لي ورق بكتاب عنه ورق بكتاب وشمعتها من ناس كلا مقربين لي معناها قصة معناها أن هذا الشخص بذرك بيقى لكي تردوس ده جميل وممتع وأن الناس تروح لكي تردوس ده تبقى عادي تشعيد ترجع نعم حلو قال لكي علاقتنا بقديسين أنا قلت أول نوع أهم جدتنا بقديسين إن هم يعملون معجلات هم يعملون معجلات هم يحبون لنا نعيد لو صلاة لا أهم جدتنا سوف نحلهم يساعدون في حياتنا الرحية احفظوا هذه النقطة النقطة التي نحن نتجه لها كلنا غرض أهم حاجة في علاقتنا بالقدسين يقضلنا مصالح يحللنا مشكلات بطريقة سحرية اسمها المعجزة مش عارفين نحلها فمارمينا يعمل كده مشكلة حال والثاني تبقى علاقتنا بيهم علاقة منفعة ماديية وعشان كده هم برضو يستفيدوا ان العلاقة دي فانهم يوجهون للتو ما بيكتفناش حتى لو نطلب حاجات كده يقولنا طيب عشان انتم يعني مش قادرين تفهموا ان احنا مفروض نعمل حاجة اهم ان احنا نجاهزكم للابدية فاننا هنقدركم التلبات دي بصورة مؤقتة لكن احنا بنحاول نوصلكم ان تفهموا ان احنا ممكن نعمل حاجة اهم مش قادر تتوب عن خطيئة الادانة مثلا ولسانك مش بتبطل كلام عناك تقول لي يا ماريينة ولا يا عذر انا عايش شفاعتك في صوم العذر ان انا الكلام يهد شوية ويبطل نريم ويبطل ايدانة وتجرب شفاعت العذر في تدريب الوحي انها تساعدك تبطل ايدانة مثلا يعني او تجرب شفاعتك في انها تساعدك في ان انت بسلا تحب ناس مش قادر تحبهم قلبك تباين اشاير منهم وتقول عايز اصط في قلب منهم ويحسش ان انا اشاير الكراهير انا عايش شفاعتك تخلصيني من حاجة كذلك لان الكتاب المقدس يقول من يبغد اخاه فهو قاتل نفس وانا ولا حب اكون بكره ولا حب اكون قاتل وانا عايز اكي عادرة تساعدين ان انا مبقاش ماشي بكره الناس وكايني قتل قتل بقت الناس وهكذا الاستعمال الصح للقدسين في حياتنا وهو فقط الولد في الصناعة العامة يا مارجين اخليك معا يا مارجير جسعر اودي لك ندر ايه بس هذا الاستعمال الضعيف للقدسين انما الاستعمال القوي للقدسين هو ايه ان امرد واحد في حياتنا الروحية ايضا ما بياسلمش الامر او ما بيستغناش ان احنا في حياتنا رعبية برده ومنحتاج شفاعتهم ومنحتاج مؤذرتهم ومنحتاج قوتهم بس ما بيبقاش نمر واحد يعني خلي دي نمر اثنين واحد مش قدر يحب وقلبه مليان احقار وغيرة من الناس وقلبه بقاش فيه محب ممكن يطب شفاعت القدسين ويقول لهم انا عايد قلبي يثمري بالمحب واحد ما بيعرفش يسامح حد ابدا ويقول العدرة انا عايز وصوم العدرة وقلبه يبقى نقي ويسامح ليس كل واحد عمل في حاجة يفضر شايره ولكره من اما يشوفه ليس طيق يشوفه ويقعد كده جواهم يعني شبه بيدع عليه عايز قلبي يبقى نقي اعتقصة لطيفة وعرفت انها واقعية وكتوبها في التبات ابونا تدرس ولكن تصرف لك انها واقعية اصلا انه في احد القرون واحد كان كوظفة وساب ارمرته وعندها اب كبير فحب انهم يتبنوا حاجة فرحوا يتبنوا فرحوا في الاحداث فرحوا في الاحداث عاقين الربس والاحداث اللي يبقوا صغارين ولكن عملوا جرايم تلقوا حاجة وخدوا طفل صغية وضموه لهم والطفل ده بقى قالوا انت خلاص كتبت باسمنا ونقلت كل حاجة وانت بقيت معنا بطريقة او باخرى مهم انهم مزبطوه ونبقى كأنه ابنهم يعني والطفل 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 طوح البيت انبهر بالقصر اذا انا عيش معده في القصر ده قالوا المكان دي بتاعك والقوضة دي بتاعتك تطلع فوق تعيش في القوضة بساعتك والبيت بيتك لكن يعني قالوا ازاي كده كانش لبسه البيت بيتك فالمهم الولد خارج بالليل كده هما نايمين بيمص على الاصر والبيانو لا على البيانو فاضة كده قيمة قوي بص فيها حاس ان فيها كان فاصة ألماظ فالشيطان داعب في مخه قالوا ايه ماهي العزة ودي واحدها تسوي كايم وانا لو خدتها وبيعتها فانعيشت له عمري كويس بدلا من ايه برده اسموهم متبنيني واسموهم يعني يعني اتجملين علي فالشيطان داعب في مخه خدر البازر دي وحطها في صدره ووهرب من الجنين ونط من عصره وطلع يجري طلع يجري اما حس به حد ان رفض جري وراه مسكو جل بوليس راح الاسمو اتصلوا بالمدان الولد اللي انت بنتيه من البارح وكان يعني حصل فيه ان هو مسكنات سارق حاجة مسكنات فراحت خلي بالكواب راح اتجري على الاسم ابني حبيبي عمل فيك ايه اخذت الوطفة حد ما اعيبني يكونوا باهدلوك ايه اللي بتعملوك ايه اللي بتعملوك اعيبني يكونوا حد يكلموا ايه اللي حد جرح ما شعره الوقت بقى ايه مش عارف يعمل ايه ايه اعيب كده ودمع خلاص يابني خلاص الموضوع ده وخدته وروح اتصل عنان قدتك دلوقتي وما فيش حاجة حصل صحي الصبحية الوقت مش موجود يقول لهم كده الحب اللي انت غمرتوني بيه يعني اثر فيه ايه اللي اكثر اللي كنتوا بهدلتوني وانا اتحقش ان انا عايش معاكم وسموه ممشي قال لهم الدنيا عليه وانتهى وفقدوا اثره وانتهى في القصة وبعد عشرين سنة الامة دي الحبت بحضر به وجلها شلب كانت على عربية وكورسي وابنها بقى برد وتعبان وفتقرت وسموه عن راهب قديس مكان بعيد بيعمل شفاء وبركات ومعجزات فقرروا انهم يسافروا له مسافة طويلة قرروا انهم يسافروا له مسافة طويلة قرروا انهم تقصوا وانتكتوه وردلس واخدوا هناك قلت بالراهب ده لقوا الراهب بيقول لها حضرتك فلانة وانت بساس فلانة انت تعرفنا الناس كبار بقى تعبانين تعرفنا؟ اه اعرفكم انت من عشرين سنة واكتر يعني حصل الموقف ده ولما انت عملت كاية بي كده انا عاجت كاية معنا بشي اراجع نفسي فترة صويلة وازلت فترة كده عايش ربنا في العالم وابعد كده وابعد كده وابعد كده انه بقى المخدسين قلت انه ليس قصة فيلم قصة حاجة معناها قصة ده معناها قصة ده معناها قصة ده معناها ان المحبة والحب اللي فينا والتتامح اللي فينا مع الناس يقدر يغير احسن بكثير جدا انتقابه عارفين مين يقدر احسن فردي مين اللي يقدر يعمل اللي له عيش رب ربنا قوي والله عيش رب القديسين عارفين الشخص المتغرب عن الكنيسة والقديسين وعن ربنا مش ممكن مش ممكن لو وقع واحد بتحت ايده وهو كان يعني يعمل معك ده يقعد يمتقم منه ويقول له حق وعجل ربنا ويقعد برد اقول ايان وكلام فاصل انما الشخص اللي قلبه مليان بالتسامح لازم واحد له علاقة حية بالقديسين البابا كررلوس فيه واحد من الناس الكتب السحفيين وهو مكان البابا كررلوس قبل ما يبقى بطرق راح حاجمه كتير اوه في الجرايد وكتب انه هو يعني الرجل ده مش متعلم ومنفعش يبقى بطرق واعهد يهيي الدنيا في الجرايد وكتب شوية مقادات كتير وبعدين البابا كررلوس بقى بطرق فرايخ وضع الصحفيين يبارك لقداسة البابا الجديد فهو واقف فهو متقدارك ووسط الصحفيين وقبل سيدنا لغاية عندما جاءت دورة وقال ممروكة سيدنا قال له اس ديك يا حبيب قال له انت عارف ينامين قال له يقدر انت انت أقول له لأستاذ فلاد هذا الكتب اقول لأني كنت بالكتب فيك وقال له يقدر سيدنا دفع من غرفة قبله من غرفة قال انت بنت اذا علام مني؟ قال له لا اصلت اللي كتبت عليه ذا كان ابونا مينة انما انا بالوقت البابا ترولوس ابو الكل انت كنت بتسلم واحد اخر كانت ابونا مينة ابونا مينة مات ابو الكليسة كلها ومنفعش ابو الكليسة كلها يبقى زعلام معداد وزعلام معداد قال له انت سمحتني وصار هذا الرجل صديق شخصي لبابا ترولوس بقيت عمره ما يعملش خطوة بحياته الا عندما يستشيل بابا ترولوس كتبت ايه؟ محبة ايه؟ محبة ايه؟ قالوا لكم ان الشخص اللي يسامح يصفه مش كونك ان تكون موجود عند واحد متغرب عن محبة ربانه اصعد حاجة ان الواحد يسامح من قلبه ويبقى فعلا من الشعب والحب يمكن عندنا صفاتين في المسيحية كل ما اتقرب زل عطرة والقدسين يدرس فيك ويبقى فعلا كمال المحبة وكمال التسامح صعب لكن نموا فيهم كل ما اتقرب ربنا وكل ما اتقرب القدسين المحبة تلاقي الشخص عندي حب كل ما اتقرب القدسين ويقرب ربنا تلاقي محبة تحس ان انت تشوفه يعني تحس ان انت بتحبه هو بيحب يكون طين كمالا فيه مرة احد الكهنة تحتوي person دونة الناب فتحتفل 息يノ لما كان criticize له واحد الكهنة يخبر وحلي شكرا أنا عندي شيئا مهمة، أريدك أن أعطيه هذا خلال الظرف الذي أريده سأقابل الفرح هذا الفرح، إذا أردت أحد الناس المضيوف كثيرا، ستجد كهنة كثيرا، وربما أثقفة كثيرا أقول، أبو هذا الشغل أنا وأنا أعرفت كيف فأفكر كده، قال لي، أنت تسلم عليهم كلهم الذي ستجده أن خدف بالحزن مع أن أنت عندما رأيته وأنه أعرفت، يبقى هو هذا فأنا أعجبتني الحكاية فأنا أعطيه فأنا أتخذيت، أجدت كمية، فأنا كنت رسكةً على القنيسة، وقالت كمية، أجدت كلمية فأنا أعطيها، قلت إن شاء الله، هنأعرف حبولاً ليه كنت أتسقل عليه، وقلت عندما أجرد الحكاية التعادة بهذه الماضي فأنت أجد سلم، فأنا أصفت كل أحد أهلاً وسهلاً، أجد ثلاثين عمليين لغاية عندما أحد أهلاً ما يأخذني وقال إنه لأثناء فقط وقال لي أن أخذته هذا صحيح هناك شخصاً أحد محبة حتى من أحد أحد يتعرفون أنه هناك شخصاً هذه أعلامة شخصاً يتعرفون أن أحد 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 يتعرفون بشاب صغير يتعرفون أنه لم يكن من يعرفون أنه ماذا فأكتشفت أنه وعندما تحصل بمددعاً لماذا لا نقبل إلى نزف وحد محبة ؟ لماذا قادر واحد ترهمه؟ يعني تصور مثل واحد داخل ثلاثة وانا داخل ثلاثة وانا داخل ثلاثة ياخد بعضه وانا يجيش تاني وانا يجيش تاني صورة الفريسة كلها وانا يجيش تبقى مؤلمة هذا الكلام ليس للرعبات لحتى حتى للفتة في البيت نقول لها في الإكليم يجيب عليك أن تخبرين هو معي تقدر انه يروح يلاقي وجه دي الفتة ليس معقول يروح اهدن واتهدن لسه جايب الوقت خلاص يا مريا خلاص فين المحبة اللي منتظرها من البيت يعني هو راح مفقل بالهموم ورايش يرتاح إنما ذراح بالطريقة دي هنبلع على التلامة لسه بالوقت تفكر فينا كلمتين من دوئد يعملوا ايه؟ كلمتين من دوئد يجعلوا العيشة كلها ليس مطاقة فأنا بقول أن علاقاتنا بالخدسين تعلمنا الفضائل وكل ما نتعمق في علاقاتنا بهم الفضائل تبقى فينا تلقائيا المحبة والحب والتسامح كلمتين من دعاقاتنا بالخدسين ليس ممكن نمشي في الخطيئة يعني متواضية مع الخداسة اللي اتنين ما يمشي مع بعض كل ما تعمق علاقة كالخدسين والعجرة ومهلمينة والبكروس وانت بتعمل حاجة غلط كان نفسك بعد شوية حاجة من الاتنين يا عيبت بطفل الغلص يا عيبت بطفل الجسين أو مش هتعمل انت المهات فترة طويلة في الاول هتسكت نفسك وهتبقى يعني اهان الوقت يعمل الغلص أيان وبراه انتلقوا لقيتنا وانتغالش انتظار فترة كده يحول مجنسك ثانيا وفي الاخر يردك نفسه يدخل الاخير يقفل هذا وفيعلا اللي في حاجة تأخذ الواحد ومع ذلك، ومع ذلك قد تتحدث عن عزيزنا وعادة ربنا وعادة الكنيسة ويستضرنا الكريم الخدسين ثم تنقى نفسنا حتى لن أخذنا الخطأ منه وننطفل منه وننطفل وأحد في الأرض يستحمى ويكمل النقائد لكننا لم ننشي كلاً اتمنى فعلاقاتنا بالخدسين تصد مقدمة طول مستمر طول ما احنا على رفا والاستدرسين طلب ما بدنا التوبة مستمرة اصلا التوبة دي ما تتبقاش بتاعات مرة واحدة معدد واحد يتوب مرة كل شباية دي ما تتصل بالتوب علشان كده فيه توبة مستمرة فيه توبة متكررة فيه اعطارات متكررة الواحد مش بيعترف مرة وبيلق نفسه بعد كده مش لقى حاجة قد فقط قبل مرة بيطلق حبيث الكمينة اللي كتمه على نفسه لكن بعد كده سيجدقي كلام كتير محتاج تنقية ومحتاج ان هو يشوف ما بيبقاش عينيه شهدات الاول وهو علاقته صبحية بالكنيسة وبردنا بيبقاش عينيه مهركة ايه كل الغلط ده لانه حاسس انه انا بيقارن نفسه بالناس اللي هم اقل منهم يعني ايه مثلا؟ يعني واحد في المدرسة فيها خمسين فخر ويطلع هو ويطلع هو الخمسة واربعينة يوم يجيب الخمسة الكانين اللي وراه لهم يا جماعة انا انصحكم ان تذكر شوية لان انتو كده يعني نمالكه بحشة وروح البيت يقول له والده ووالدته تصوروا كده ثلع الثمانية واربعين ايه بحشة لا يجب ان تذكرتش واذا يقول له ويطلع هو لانه هو قال النمرة كان لم تبصوا لخمسة الكانين اللي قبل فنحنا ساعات رحيا بنعمل كده ساعات الواحد مننا رحيا يقارن نفسه وذي منهم قضيع منه يقول لك انا كويس قوي الحمد لله تقول له انت محتاج تيجي تصلي الهاترة تقول لك الحمد لله يا ابونا احنا كويسين ده فينا صغيرنا ما بتعرفش ربنا مثل او بتعرفش ربنا دي تعمل ايه؟ يقول لك لا 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 انا صعيد ما بجيش الكانينتة غير يوم الجمعة يوم الجمعة كبيرة وللزة بوغرامسيس متعود احضرها انما ده فيناس بتقعد الخمسة والست سلين ما بجيش الكانينتة هذا صحيح عندك حق وانت ملقيتش غير واحد اخر من نفس قارن نفسك بيه فتحس ان انت بطل لكن عادي اقول لك ان في ناس عايشة مع ربنا طول النهار قارن نفسك بدول عشان كده الكنيسة لما حبت تحطلنا مرجع نقارن بي نفسنا في القذات بنقرص نكسوه مقرق ايه عن مين؟ ناس قنن لذلك ان احنا سعب نقول لا دي حاجة تعهد ايه ده بس احنا بنقول لك خلي بالك لحسن انت تجبني ناس من عندك وانت تجبني نفسك وكل يوم تقارب نفسك بجارك اللي هو مثلا بيعمل خطايا وانت اقول الحمد لله انا باعمل ايه ده احنا لبنسرق ونسلم حد احنا بات يا ده بس ايه فننصليش وننقراش في الانجيل وننجيش الكنيسة وننتناول انه الحمد لله ما عندناش مال حرام كده راح ندور على حاجة ما عملهاش ويريح نفسك وهو طلع الخمسة واربعين فا احنا تجنيتنا تقول لك علشان تحس افضل ان الخدسين تقوم تكتشف نفسك كل ما تقل عن حياة العجرة وعن حياة مارجينة ومارجل الكدسين كتير كل ينفسك تكتشف ان انت اه مفروض قدامك جهات كبير اخ الاحسان انت تجد الكدسين بتوع الشرع بتاعكم وتقارن نفسك بهم فتقول الحمد لله الحمد لله اشكرك يا رب احنا بنعملش زي فلانة ونعملش زي علان ونعملش زي علان وتبق انت كده بتخدر نفسك اعطينا اللي يخدر نفسه زي اللي ياسم مخدر فهيقر انه هو الحمد لله شكرا يا رب هو بضيع علاقتنا بالخدسين ضيما انت تحسفنا بالغربة الغربة يعني ايه احنا عميش انت ايه في الدنيا دي اقول لكم ان شاء الله احبالكم في نهضة العجرة سنة 2085 ها وثمانين بالطبع كلكم ان شاء الله ستكون مجد احنا ان شاء الله سنة 2085 وكلنا سنكون مجد ان شاء الله إننا في ربطة الأرث احتمالتل ايه اتنقلت عدد الأسنة أحد عرف أنه الوقت ربطة يكون حصل أيضا ؟ جميلة ربطة ثلاثة حد عرف أنه الوقت ربطة يكون حصل أيضا أيضاً عشرين العمر الافترادي كم سنة إن شاء الله؟ نعم نعم عمر الافترادي إن كانت لا أتفل بطريقة هذه حيات كلنا بالنزيف الحقائق نقول لا تقعيش لمدة سنة وانتين سنة وانتين سنة لكن بصراحة بصراحة متوسط الأعمار لما واحد بيعيش فوق المية بالمية بتقول عايش وتبقى حاجة يعني يا ريكورد يعني لكن يعني تجوحنا وصدنا لغاية كان وفاضل كان لو حسبناها كده هنكش والله الله انت جاي تخوفنا لا انا جاي وقدوك الحقيقة الحقيقة انا مفضلش كتير طب ولما مفضلش كتير أمار بنضيع وقتنا في إخناءات وفي كلام فاضل ليه لما مفضلش كتير بنضيع وقتنا في كلام فاضل ليه يعني حتى تصور واحد ان عد الدكتور يقول بليستفني اقولك ان حضرك فاضل لك كده لا يشد تشهر يمي يقول ايه قال حده اكمل خناء مع اخواتي لحسن ياخد الشاقت شاقت ايه محرم منحكات ال الدكتور قال لك وضر تشهر لحسن لو تم تشهرم احتوال احتمال يعمل ليه فاضلين فاضلوا وحصل كتير وحصل كتير مرة حصل ان مرة حصل ان محام العمال ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من دوه ياخد من دوه يعمل ايه ووالجاج الدياش بقق ايده عن مكتب لقى الدنيا بتدرجك استكر ايده وبعدين طلع في ايه بلزاز بلزاز تكريس الاثنين وصحيح حضر بعضه وقعدوا عياته وقبوا يشوفوا الدنيا والكلام الفاري انبهد البعض عشان شاء ايه احنا كنا هنموت الدنيا اخران فاضلوا نبضى عن القضايا بنزلق قديرهم في قديرهم بعض ورواحوا نبضوا مع بعض بعد انتبعين بلق ما فيش دلازل تانية رابع طلو واحد رفع القضايا فشفوا يعني ان ايه بدان ما فيش دلازل نكمل الحناء هو كده بالضبط القصة دي تدينا معنى وقع انه لما بيكون الابدية قدنا نستهن بقي حاجة ولما بننسى وحيالا اننا هنعيش كتير نكمل الحناء ونطلع ونطلع قراه بعد بقى فالنبص على الابدية يلاقي نفس ويعيشها بقي استهنة فلان ده هيداولك مشكلة فاضل هل تعال الواحد كده بيموت وقال له فلان ده متغط منك وهيعدل فيك يقولك ايه مشكلة فاضل انا زقت بس عايزة هقاب الربان والجميلة عندنا احنا ان احنا عانينا على الابدين حتى في اللحظات الأخيرة من العمر عانينا على الابدين مشتاقين اننا نروح الابدين مش خائفين شفتوا قاية الله المصرومين لما تنيح تنعمل لصورة في الاهرام انا كنت قص الجرناب هذا المختصص بيه وشي كان من الصورة كده جاء على الوش ومركزة كبيرة واحد ملاقوب كده زي يبصص على بلاع متر الراحة ومش عايز يروح واحد مصوف كده ومشاعر ووش كلها راعب راعب تشوفوا القديسين عندما يتنيحوا عندنا تلقى بشاعرهم ومشاكلها ايه اقول لك ده كان نروش ومشاكل 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 راعبين ومشاكل عالمين وطبعا اللي هو مش هيروح البردوس اول معاني بتتكشت كده وهو رجل بره ورجل دوه بيبقى يعني يبصو يرجع بس مش بايه دي الحقيقة فالخديسين يساعدون على الشعور بالغربة والشعور بالغربة جادرين باعش بي القديسين كتير طول ما انا حاكس ان انا مش عايش كتير سهل سامح سهل تناديل على حاجة مطمعش بحاجة مش كنت عادي حتى الخطيئة والشهوة تيجي لحد يتنور تقول فعال ان هناك خطيئة او شهوة ايه كلام خرق هذا يمكن ان ادعنوا على الأبانية وعينوا على الغربة محاربة بالغربة من البلد السحن ليس ميادة صعوبة في الصراعات اما انه مش عادي ما نحن عادي او مطمح أرضية كان احد المبسرين المشهورين بعمل معا لكورتاش في جريدة وهو يموت وعشت إن شاء الله بيحب تعمل إيه؟ قاعد يفكر وهو بطلع أهراب قال له أعمل فيلم جديد أستخدم فيه اسلوبة مش عارب إيه في الإخراج وقلت كلامه مات فيلم إيه؟ حتى يعمل حتى يعمل أكثر بيئة لو ربنا الضرب عظي مش عارب عارب إيه ماتيش أنا ومش في الثاني مرة واحدة كاتبة فلانتوية واحدة فلانتوية أسل فلانتوية كانت بطلعها في الأهراب حتى أنا في صفحة أخرى في الأهراب تتنيح فالدكتور قامت قدامك أربع شهور تجاهد منها تجاهد المحامة تلك وعمل الوصية عشان عندك مرض وقامتك في العمضة أربع شهور بس فكتب التعام أو قالت الدكتور حاجة كتبوها في الجرائد قال له الحمد لله لقد قداني فرصة أشوف الأهرامات الأهرام كان معتز بيئة وقامت بيئة الناس وربنا بديهم عم أهم محابة حياتهم أنهم يقلوا ويشوف الأهرامات اللي عندنا وإحنا مش عارفين إمالها مطمح أرضية واحد ولا عارف رايح فيه ولا حتى مش شعر أنه نحن نقلق كل ما نقلق من القردسين كل ماء يكون سهلة ونحن نتغير محبتنا الزيت وتسامحنا يجيز ونظرتنا للقصية ولكننا لا يشفع لأن القردسين يقلق تبقى خلال طبيعيات كل ما نقلق هذا كل ما بديت فيه الهاتف بقصة تولينا كما نحن عندما نقرب لا يجب أن نتخلص من الخطيات لا ينفع الوحيد يجب أن يقوم بخطياته برشيلها مثل الوحيد الذي يقوم برشيله وتركب الإنترنت وتركب الإنترنت لفتحص لتركب الإنترنت حتى لو لم أتريد محيخ قصد و لا تتألت ستضجل مدينة وتقفته على أبناء نحن نحن تتكلم دفعين من خطيانات لا يوجد أحزاء من خطيانات و لا يجب أن نفضي سيأتي لأسق ويفضي الجوان ويشعر ان هو ارتاح واتفك كده وانطلق كنت لأول مرة لما اتسامت قسيت في واحد كنت تدير الانباب شوية وكنت تعبان كده عايدة نام ونبقى صاحين طول الليل والسمة تبقى الصبح بضي في الواحد تعبان صرحت اريح على جسد الانباب شوية وحطيت راسي كده والسؤال لم أعزت شوية فلقيت واحد يوالي حضرتك كامل وليس كامل وليس كامل وليس راهد فنآكده ان الانب прошترك كهنود من الفاعة قال لي طبعا عادي عادي جعبي فلح احدرتك فيه ناس جاغناك بضرع روش قال لي بلس آمانا معادي وانبس من واحد أشيد تقوله ايو هناك حجرة كده 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 فبقى كده من عمل الجسد في الكورنر قد أضطي إيه من هنا وإيه من هنا العيد على ثالث تسمع على أتراف باعي قد أضطي إيه ما معنا قال لي أصلان كل الناس تعرف كل القصوص وكل الأسفة يعرفونها لكي أصيب على أولا أريد على ثالث عند واحد مثلك كده كده تنسح اليوم تنسح اليوم قد أتراف منذ وقت ما أعتبر نفسك قال لي أسمع هدى أعترف قد أعترف قد أعدك أعدك أطلق قد أسكت سيد قد أتراف أطلق قال لي أمسح قد أراد التحليل قد أتراف وقال ليش حاوز مش خلال نحن صنع الصبح قال لي يعني رابع داعي باعه عالقرب تستره هات من خلاجي ونشوف بصين صفحة التحليل قال لي وليس عاكدا بصين ينفع كدا طب لعن صفحة التحليل وضور صليب ولا معان صليب ولا حاجة قريبت التحليل وقال لي سييروس واللي ينفع كدا وللي ينفع اسمت كده ماشي أعدنا رجب محلاص هذه العيدة الثانية وذلك أنا لديه عشرين سنة ومثلتش قلت له بصد بوقتي خلاص ومثلتش ومثلت أخرج قلت له أنا لسه أستنى الظكرة ومثلت نستنى بعد حشرين كان يعني جدش من يوم أنا فعلا العيدة الثانية وذلك أنا حادث أن أبحث كان على فرس وطبعا هذه القصة أحب أن أعطيها غيرا لأنها تحاولتني أو في الأول مرة يمكن أن أشوف واحد فعلاً حادث أنه تعترف حقيقي ويرتاح طبعاً الناس تتخلص تتخلص وتتطلع زينغيس وحسين أن هذا النهضة الجميلة أول من الصغير وناس كثيراً طلراتك ومع أنت مفتح حادث أن أكون مفتح و إذا كنت أحبتك وإن أتفكر سيطلع وأنني أرى أن أحدث إنها تتخلص تتخلص متأخلص بشعبين ومن المرحل أن تفضل ومن المرحل أن يحمل ومن المرحل أن يقرر ويستجمع شجاعته ويطلع على الجوة ويارتح ودى يأتي من الطباة كل ما تقرب منه والدولة شريفة كذلك يجي وقت تستوي كده تكون خلاص تفايلة اما عايزة فضلي وعايزة افتاحة وتلاقي بعد دعنات بكده ان انت كنت عادت الهم داد ما كانش منظومة بلا حاجة بس شطان بيهول لتقصد ان انت تقعد هاد عادل هم الكلام والاعتراف فتبضل مسققل بلا انت مسققل فينا لكن القربة من القادسين بيشكع الواحد على كوب حقيقين وهم كانان بيزقوك يعني يلا قول لا تتعطش اتعطر نفسك محفظ من الاسيس ده تشوف اسيس غيره تشوف اسيس متعرفوش اي حاجة لكن المهم ان انت لا تتضرش شايد ولما يجي لك وقت تاني تبقى ترجع على أجهة ثلاثة الواحدة سامحني قلت لواحد برا وبعدين تبقى تقول له مرة تانية لما تبقى تضبط نفسك ربنا يجينا لان اقرب من القادسين لان هناك قربنا من القادسين كل البركات انا استعرضت معكم بعض فوايد قربنا من القادسين نحن لتواحد ايه؟ توقتوا ايه؟ 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 يساعدنا في حياتنا الروحية ايه؟ التوبة يساعدنا ان نبص عليهم فنختني فكر الغربة فنشر بزغط في كل الشهوات ونشر برغبة في اننا ما نكملش المطامح ومطامع ارضي يساعدنا الفديسين على اننا نحب لما تقتل منهم ومطامعهم تبقى فيك تغير المحبة تزيد فيك وكل الصفات تزيد فيك لكن البعد عنهم او التعامل معهم من خلال معجدات ايه اخر معجدة يا بونا؟ سؤال مشهور للناس ايه اخر معجدة حصلتك بعد اسمع المعجدة من هنا تتفرج على التليفزيون مثل الضبط العضرة عندما كانت تزرح في الزلاثون والناس وقفة زحمة وبعد ان الزحمة ربحت البيت يعمله ايه؟ مر زمان واحد كان بيحكي سنة 68 وعمال بيحكي والعضرة ظهرت والعياد كلها اعنا بحلقة يعني بيحكي بقى عن العضرة وبعدين المسيحين قالوا الحكاية وقفة زمان وقفة زمان وقفة زمان كل العياد جاءنا احباط ايه؟ اولا 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 طبعنا اشتركوا في القناة